اشتراك في القناة على مظهرها الحضاري وجودة البناء فيها والإبقاء على سلامة القاطين فيها بعدما لوحظوا بشكل متكرر قيام بعض المنتفعين بعمل تغييرات جذرية في مبنى الوحدات السكنية المستحقين لها فور استلامها من وزارة الإسكان دون أخذ إجازة بناء من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأمر الذي تسبب بحدوث أضرار كبيرة حطت بظلالها على الوضع الإنشائي للمسكن وما نتج عنه من تكبد المستفيدين لتكاليف باهظة لإصلاح ما أفسدته التعديلات إما على حدود البناء أو شكله حلت هذه الورشة التثقيفية بإرشاداتها المتنوعة لتأتي من بين سلسلة ورش تعريفية قادمة الهدف منها وقف تلك التجاوزات إلى جانب ذكرها لجميع التعليمات الخاصة بإمكانية التوسع في الوحدات وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية نؤكد على ضرورة أن يقوم المنتفعون الكرام في حال رغبتهم في عمل تغييرات وتعديلات على الوحدات السكنية الالتزام بالنماذج التي تعلنها وزارة السكن وهي موجودة في الموقع الإلكتروني وكذلك نتمنى أيضا أن يتم الالتزام باستصدار رخص البناء من البلديات المختصة وعدم القيام بأي تعديلات إلا بعد الحصول على هذه الرخص نعطيهم كأنها ورشة تعريفية نبتدي بالأمور الأساسية مثلا المشروع بشكل عام ونموذج الوحدة تصميمها ومكوناتها وأهم النقاط وننتقل حق أهم الأرشادات اللي نحب أن نوضحها لهم وقت اللي يستلمون فيه الوحدة السكنية من مخالفات بناء وطلبات صيانة وبناء على هذه التنسيق جلنا اليوم إن شاء الله نشرح لجميع المستفيدين بأهم المخالفات الموجودة أهم القوانين المعمول فيها لعدم الوقوع في جميع المشاكل والمسائلات القانونية في المستقبل المستفيدون من مشروع ضاحية الرملي حرصوا وقبل استلام وحداتهم الإسكانية على حضور هذه الورشة رغبة منهم في الاطلاع على مختلف الاستراطات التعميرية ابتداء بكيفية الحصول على إجازات البناء ونماذج التوسعة وطلبات الصيانة الكفيلة بالحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة في البداية كان في محاضرة من وزارة الإسكان تشكر على الوحدات كيفية استخدام الوحدة والمخالفات والإيجابيات والسلبيات والشروط اللي مفروض يتبعها لحاصل الوحدة السكنية أهميتها بالنسبة إلى مصلحة كل شخص يعني للمنزل نفسه للأضرار مستقبلاً أحنا ما ندري عنها ورشة تعريفية تم تنظيمها ضمن باقة التفاهمات المشتركة القائمة بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهي من بين واحدة من توصيات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية المتعلقة بموضوع نظام المخالفات للإشتراطات الإنشائية في الوحدات السكنية ورشة تعريفية تأتي تمهيداً لورش عمل قادمة الهدف منها أن يتم وضع المستفيدين في صورة اشتراطات البناء المعتمدة وتجنب المخالفات التي قد يقع فيها كل منتفع بعد تسلمه لوحدته السكنية لتلفزيون البحرين محمد رشادات